موسيقى أهلا بكم مشاهدي قناة الكرمة في كل العالم ولقاء جديد مع ما وراء الأحداث وحلقة النهاردة الجمعة 19 إبريل 2013 الجمعة كان معتاد أيضا بتحمل مظاهرات ومليونيات في أماكن متفرقة وبالتحديد في مصر النهاردة كانت الحقيقة مليونية تحت عنوان تطهير القضاء واللي كان الحقيقة مشرف عليها وبيقويها واللي كانوا متوجدين فيها هي جماعة الإخوان المسلمين وبالفعل هناك معترضين على هذا الأمر وكانت هناك اشتباكات اليوم ما بين المؤيدين والمعارضين والمعترضين على فكرة تطهير القضاء في حد ذاته ويعني شفنا حالات كر وفر وإصابات وأمور كثيرة هنتحدث عنها خلال حلقتنا النهاردة كمان من ضمن الأحداث اللي هنتحدث عنها النهاردة مش هننسى أبدا أحداث الكاتدرائية وبفكر حضراتكم أنه إن شاء الله يوم الأحد القادم هيكون فيه وقفة يعني مترة تبليها من النشطة في كاليفورنيا هذه الوقفة ستكون أمام محطة الفاكس نيوز وهنحاول نحط لحضراتكم الإعلان يريد بس زملنا يجهز لنا الإعلان علشان خاطر العنوان اللي عايز يروح وبدعو الكل أنه هو يروح من فضلكم اعتراضا وتنديدا على الاعتداء السافر اللي كان ضد الكاتدرائية المركزة بالعباسية بالأمس كانت هناك وقفة وشارك فيها الآلاف أيضا بالنسبة في واشنطن أقباط ومصريين عموما الحقيقة وكانت أيضا تنديدا بأحداث الكاتدرائية أنا أتحدث أيضا عن هذا الأمر وبقرر الدعوة لأي نشطاء في أي مكان حول العالم مرتبين لأي وقفات أخرى ممكن أن هم يكلمونا في النصف الثاني من الحلقة ونعلن معاهم لمشاهدين جميعا عن هذه الوقفات كان فيه طبعا في لندن زي ما زملت ميري كانت دخلت معنا الحلقة اللي فاتت وقالت أنها هيكون عند الهاوس فلوردس إن شاء الله يوم الثبت بالنسبة لندن في باريس والسويد واستراليا كانوا قاموا بوقفات خلال الأسبوع الماضي وكننا عرضنا لحضراتكم بعض من الثور على مستوى العالم كله وزي ما قال قدسة البابا توادروس إنه لن يمر هذا الحادث مرور الكرام أيضا هنعرض لحضراتكم أجزاء وأجزاء قوية جدا من الفيديو اللي كان للأحداث الكاتدرائية اللي تعرض على مجلس الشورى وقد إيه فعلا تأكيد إن فيه تواطق للشرطة وظاهر فيه كل الناس اللي هم يعني حتى الفيديو هتلاقوا كاتب عنهم كده اللي هم المجهولين وهم وشوهم معروف وباين لكن مجهولين مجهولين لمن مش عارفه عموما ده هيكون أيضا خلال حلقتنا من الأمور الهامة أيضا واللي كل العالم متابعها طبعا الأحداث بالنسبة للتعرف على هوية اللي قاموا بتفجير باستون الكون بلاتين اللي كانوا عند الماراسون وبالفعل كانت الـ FBI والتحقيقات هناك على قدم الوصاق وكانوا بدأوا من الأمس يزهروا بعض الصور تنشرت في نيورك بوست وتنشرت في محطات عالمية كثيرة وكانوا بينجدوا المواطنين أنه اللي يعرف أي حاجة عنهم يبعت لنا وبالفعل توصلوا ليهم وهم اتنين إخوات من الشيشين وأيضا بيقال أنه هم بيدينوا بالإسلام وأثناء المقاومة أو أثناء مطاردة واحد منهم القتلة في المطاردة وجاري أعتقد القبض على الثاني أو إذا كانت أبض عليها نحاول خلال حلقتنا وأيضا أقول لحضراتكم التطورات بالنسبة لهذا الأمر وإذا كان متاح عندنا تقارير هرعرضها لحضراتكم كمان انفجار للأسف الشديد إن إحنا هنا الإرهاب بيمد يده وهو أيضا هناك نقدر نقول أمور أخرى بتحدث يعني غصبا عن الكل وهو انفجار كبير بمصنع للأسم ده بولاية تيكسس الأمريكية وكان يعني آخر أخبار أنا قريتها يعني كان بيقال أنه طلعوا عشرين قتيل من يعني من هذا الانفجار تحت الأنقاط وأنه فيه مازال حوالي تسعين واحد مفقود ده يعني ده كده كان عنوان يعني قريته النهاردة لكن أيضا هنتطرق لكل المتاحلين عن هذا الحادث في بعض الفيديوهات القوية اللي انتشرت الفترة اللي فاتت كان عندنا ريهام ريهام السعيد كانت وهي فيه مقابلة مع الشيخ البدري الحياة قامت وثابت الدنيا واعترضت على أنه هو كمان أظهرت أنه قبل ما ييجي كان طالب ألف جنيه وفي الآخر كان بيتعامل معاها بشكل مهين وهنحاول نشوف إيه اللي حصل والتطورات الموضوع ده في فيديو انتشر الحقيقة ولاقى نسبة انتشار عالية جدا على مواقع التواصل الاجتماعي ده يمكن ملخص هنقوله نهاردة في حلقتنا ونبدأ مع حضراتكم بأول موضوع وهو التظاهرات والمليونية مليونية تطهير القضاء للأسف الشديد وحدثت اشتباكات بالخرطوش بين متظاهرين وشباب الإخوان في محيط عبد من عمرياض شهد مقر دار القضاء العالي اشتباكات بالخرطوش والحجارة بين شباب جماعة الإخوان المسلمين ومتظاهرين بينهم أعضاء بمجموعة البلاك بلاك بعد أن اشتعلت النيران في ثلاث أوتوبيسات للجماعة بميدان عبد من عمرياض بدأ مشهد القر والفر بين الطرفين بعد أن حرقت الأوتوبيسات وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة تمركزة سيارات الإسعاف والمطافي بمحيط الاشتباكات لنقل المصابين وإدفاء الحرائق المحتمل حدوسها أعلن محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف ارتفاع عدد الضحايا وصل إلى 49 مصاب وده كان آخر تقارير قبل ما نبقى مع حضراتكم وأنه في محتمال طبعا نتزيد عن كده تم نقل عشرة منهم إلى مستشفات الهلال والمنيرة والرد الفرج والساحل وباقي المصابين تم علاجهم بسيارات الإسعاف في نفس المكان وزي ما أنتم بتشوفوا حضراتكم بعض اللقاطات من هذه الاشتباكات اللي حدثت واللي كانت بين شارعي رمسيس وعبد المنعم رياض كمان هنشوف مع بعض دلوقتي بالصوت والصورة فيديو من مباشر سبعة إصابة صحفي بتلقات الخرطوش في اشتباكات دار القضاء وبرضو أيضا اللي حدث الحقيقة ولقاطته عدسات كثيرة هنحاول أيضا نعرض هذه اللقطات اللي معنا في فيديوهات هنحاول نعرضها لحضراتكم مرة بعضيها شيخ بيقول للمتظاهرين هنتباحكم وحرق مشاهد من حق الأوتوبيسات والإخوان بيسحلونا متظاهرا في شارع رمسيس هنحاول مع بعض نستعرض معاكم هذه التقارير من وكالات الأنباء أو من التصوير المختلف الكاميرات المختلفة اللي رصدت أحداث اليوم على بال ما يكون معنا أيضا ضيوف كرام من موقع الأحداث وأيضا تعليقا على هذا الأمر تطهير القضاء 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 اشتركوا في القناة 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 هل ان هو ضد الناس اللي وقفة ضد الرئيس محمد مرسي ولا استشهاد من اجل المشروع الاسلامي ولا لدعوته للاستشهاد دي علشان خاطر ايه يعني ده كان على الجانب الآخر من فعليات اليوم بالرغم ان هم كانوا لانا سمعتوا كان بعض المجموعات السلفية كانوا اعلنوا ان هم مش هينزلوا النهاردة مع شباب الاخوان وانه غالبا كان يعني هل ده حقيقي انه كان كل المتواجدين في هذه المليونية او في المجموعة اللي اشتبكوا مع المتظاهرين كانوا اخوان مسلمين كلهم كانت المجموعات كلها بعد دعوت الاخوان المسلمين وكانت طبعا كنا عشفين الاجتماع الاسلامية والدخرة الثلاثية ناظرين لكن علقوا لجولهم بعد ميان الجامعة الاخوان المسلمين يعني بعض الطائرات السلفية كانت نازلة لكن علقت مجدولها يعني علقت مجدولها تنبارح بس قالوا ان احنا مش نازلين حصول على الوقوع التنسي كانوا هم كانوا نازلين واحدهم تعيدا على الجامعة اللي اخوان المسلمين طبعا منهم من بعض الأحزار السلفية استنقاع حزين الأحزار السلفية والمشتبات حدث في ميدان عبد المال مرياض تمام يبقى كده في اتجاه كان هم متوجدين ضد الإعلام ضد القضاء والمجموعة الأخرى يعني كانت دعوة الاستشهاد بالنسبة لحزم سلاحة بوسماي طب مننا على الاستاذ إبراهيم المصري الصحفي لأنه احنا الاول كان فيه صورة بتقول أنه ربنا يسطر وأنه هو كان مصيب بطلق ناري وبعدين الصورة التانية كانت أنه هو اتقال عليها أنه هو بخير لكن الإصابة عبارة عن طلق اخترق الخد الأيمن وقدى للكسر في الفقرة الأولى زي ما احنا شايفين صورته بتهياء لقدامنا أستاذ محمود احنا عايزين نتطمن على أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم النهار طبعا نعنى أبونا مع بعض الزملاء الصحفي قالوا أنه في حالة عزع جدا وفي العناية المرشزة تمام وطبعا قام رئيس تحليز جديدة الوقت لأستاذ إيهات الحريب بالذهاب الإطمانان عليه وطبعا بيقول أنه فعلا في حالة خطر في حالة خطرة جدا وحالية طبعا في تجهيز من صحفيين اللي وقفة والمطالبة للمسيب الصحفيين يا أستاذ إيهار شوان يعني حفاظا على أمان لو عشماية بعض الصحفيين الذين يتعرضون للضرب والآهامة من قبل المتظاهرين المقدمة على نقطة الإخوان الجاني هو في خطة مباناية فعلا بتبدأ بالتواجد القضاء أو التطهير على ما ينصنونه على القضاء والسفة القضاء ثم الخطة القاضمة للإخوان المسيلي هو تشهير الإعلام أو الهجوم على الإعلام هو ماشيين مع بعض تقريبا يعني ويمكن إحنا هجوم الإعلام شايفينه ليه فترة يا أستاذ محمود لكن هم واضح أنهم ماشيين في الخطتين بالتوازي يعني طيب ردود اللي فيك كمان كان خبر جالي برضو أنا حاب أتأكد من حضرتك لو حضرتك يعني تؤكدولي أو تنفيق أو إذا ما كانش فيه معلومات مقتل شاب من جانب معارضي الإخوان بطلق ناري في الرأس هل ده فعلا حدث احنا شفنا تقرير الإسعاف أنه فيه مصابين بس لكن ما حدش قال أنه تقرير بيان رسمي بأنه فيه قتيل لأن أسمع أن أقتل أحد من الصور أو من غير الصور أنا سمعتكم أنه تم شخص لبعض المتظاهرين أنا جاء صباح شفتها شفتها بعد منشيط بفيديو مصور الذي تم سحن بعض المتظاهرين وسكشير عربيته وهو ماشي في جلال عبد المن عمرياض لكن أستاذ محمود لكن تقدر حضرتك أستاذ محمود لكن حضرتك كان فيه إطلاق نيران نار حي من قبل الإخوان يعني من يعني هل ده حضرتك كنت شايفه أو حد أكد أيضا أنه كان فيه إطلاق نار حي هو كان فيه استخدام أصلاحا هل فيه حاجة تاني تحب الضفة أستاذ محمود أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمود العمري من المصري اليوم ويعني بالرغم من إنه دلوقتي أستاذ إبراهيم نتمنى نطمئن عليه إنه كانت قال وإحنا شايفين الصورة إذا كانت هي يعني المفترض أنه كان معقول لكن هو بيقول أنه برضو حالته خطيرة عموما يعني نتمنى نتابع إن شاء الله نتطمن عليه وربنا يقومه بالسلامة يا رب وقادي وقادي الصحفيين إذا كانت يعني زي ما بنقول فيه هجمة على الصحفيين والإعلاميين والقضاء والناس دي مش قادرين تفهم إن كل دي ناس بتقدي وظفتها وإنه مش مفروض إنه يتم الاعتداء عليها ولا يتم إطلاق نيران عليهم لكن ده حال البلد للأسف الداخلية تهيب بالقوة السياسية والمتظاهرين الانسحاب من الشارع حقنا للدماء أهابت وزارة الداخلية بكافة القوة السياسية وجميع الطائرات والمشاركين في المظاهرات الالتزام بسلمية التظاهر وعدم اللجوء للعنف حفاظا على المظهر السلمي للتظاهرات والانسحاب من الشارع حقنا للدماء وحرصا على عدم سقوط ضحايا طبعا يعني دعوة الداخلية بالانسحاب يعني مش قادرة أفهمه طب انتوا من الأول خالص يعني ليه ما بيكونش فيه تواجد يعني انتوا النهاردة يعني بتدعو الداخلية بتدعو المواطنين بأنهم ينسحبوا وحقنا للدماء وكل ده وكان ايه دوركم في القاتدرائية وفي أحداث القاتدرائية كان دوركم مغزي جدا كنت وقفين جنب البلطجية وهم بيضربوا النار وبيضربوا القرطوش على القاتدرائية وما عملتوش أي حاجة يعني هنا برضو نقدر نقول انه لما الإخوان طرف في الموضوع دلوقتي طالبتوا بكل قوة انه خلي ياريت الشعب ينسحبه ياريت المتظاهرين اللي هم ضد الإخوان يرجعوا بيوتهم خلوا الإخوان يقفوا براحتهم علشان يدعوا لتطهير القضاء المفروض ان القضاء هيئة مستقلة والمفروض ان هي تكون نزيهة عن كل اللي بيحصل ده لكن كل ده ليه علشان خاطر طبعا القرار بتاع محمد مرسي نفسه قال في حواره يعني انا مش شايف كل الناس هم بيطلعوا براقة وشوية شوية هدوهم هدايا يعني وبعدين يقولك احنا مع القضاء واحنا بنحترم يعني احكام القضاء في نفس الجملة وطبعا اخر حاجة كانت موضوع اخلاق سبيل مبارك وده برضو يعني القادي اللي المفروض هيصدر حكم او أصدر هذا الحكم هو مع القانون القانون بيقول كده طالما تم حبس شخص على زمة التحقيقات دي كل 24 شهر المفترض انه هو بيخلى سبيله هو ما خدش براقة اخلى سبيله فقط طبعا كل ده عايزين تلاقوا اي وسيلة بانه يبقى فيه نوع من انواع يلا انطهر القضاء عايزين القضاء يكون القضاء بيبقى نزيه وجميل لما بتكون احكام مع الاخوان القضاء بيبقى مش نزيه وبيبقى عايزين نطهره وبيبقى فاسد وبيبقى معه مبارك لما بتكون فيه احكام مش ماشية مع سياسة الاخوان هو ده للأسف الشديد اللي حاصل طيب خلينا نشوف مع بعض ايضا بعض السور مظاهرات جمعة تطهير القضاء منظر القضاء العالي واعتقد معنا الاخت ريني للوقتي الاستاذة ريني طيب معنا المستشار امير رمزي عزدقنا المشاهدين القاضي بمحكمة الجنايات وناخد يعني برضو رأيه في هذا الامر المشيين اللي بيحدث مستشار امير برحب بحدتك معنا اهلا بيجا بسلام ما هذه الهجمة على القضاء وإيه يعني ايه عايزين يطهار القضاء بمستشار امير وقع شخصي انا اقولك حاجة هي ما يحدث الان هو مجرد مصالح فقصية للاخوان بيحاولوا يحركوها في صورة ثورية يعني يعني النهاردة الاخوان بيحاولوا ينتقموا من القضاء ورؤساء الهيئات القضائية علشان خاطر حدث منهم يعني هز العرش الاخوان في مصر وذلك فيما يعني يحدث الأحكام بالبراءة اللي صدرت لأحمد شفي الإخلاق السبيل اللي صدر لحسني مبارك تمام نعم لبعض الأحكام اللي داي حدث الحارس بتاع الخاطر والكلام ده وكده عندنا شوي إجراءات موضوع الشاطر معلش يعني انا هخال انا اسف اني باطل حضرتك لكن كان فيه بعض الأخبار اللي منتشرة بانه تم اخلاق سبيله حارس الشاطر لا انا ما سمعتش كده هو المفروض انه كانت خمس سنة وما سمعتش انه اخلاق سبيله ايه تاني يعني احمد دلوقتي عشان برضو ارجع حضرتك براءة احمد شفي اخلاق سبيل المبارك موضوع القضية برضو اللي كانت بالنسبة لحارس الشاطر ايه تاني من الحاجات اللي هي الاخوان حسوا انه هي هزة العرش الخاص بهم الحكم الصادر ده عادة عبد المجيد محمود لمنصبه وعادة المقب العام نعم نشوف حضرتك كل الحاجات دي تلسلة من الاحكام اللي صادرة ضد الاخوان فطبعا يعني حتت الاخوان جدا وعرضتهم للخطر وذلزلت عشوهم بطريقة قانونية بطريقة بطريقة قضائية سليمة لكن في نفس الوقت هم اعتبروا ان ده عداء وطيار ناشي ضدهم بقوة فلازم هم يواجهوا الطيار ده باسلوب الثورة باسلوب الحجر الشعبي انتعلم لكن خدي بالك ان هذا الاسلوب هو اسلوب مفضوح تماما بالنسبة لناس لانها قصة مش قصة تطبيق قضاء انا عايز اقولك حاجة لو فيه بقى رغبة لتطبيق القضاء يبقى يطهر القضاء من الاخوان المسلمين اللي فيه انتعلم لان يعني القصة بقى مش كده طبعا احنا عنصين ان فيه اكتر من الف قاضي وكين نيابة من الاخوان المسلمين الموجودين يعني لو بقى فيه فترة بقى في هذا الاتجاه لكن في نفس الوقت احنا عندنا فكرة تطبيق القضاء ديت احنا عندنا في حاجة داخل القضاء اسمها التفكيش القضاء في حاجة اسمها التفكيش النيابات ديت لما يلاقوا فلان فلاني مسلكه مش مزبوط فلان فلاني ده راجل مرتشي فلان فلاني ده بيسير الحكومة بصورة النات كل الامور ديت التفكيش القضاء يدوره هنا بنوع يحقق ويعزل ويحاكم وكل الكلام ده ده موجود عشان كده اسمه التطبيق ازادي انا من هنا رفع عن القضاء لان احنا لدينا اخطاء كثيرة ولدينا اخطاء ادارية ولدينا بطء في الاجئات لمحاكمة محتاجين حاجات كثيرة قوي انت انا مش قادر اقول ان القضاء ده هو احسن حاج لكن كل اللي قادر اقوله ان اللي بتعامل ده دلوقتي هي هانة شديدة جدا للقضاء كل اللي بتعامل ده دلوقتي هي مخططات لسقوط او الاسقاط الهيئات القضائية والقضاء واللي زعزعت الاستقرار انت عارف حضرتك ان النهاردة القضاء تقدر تقولي هو الهيئة او السلطة الوحيدة اللي مازالت مستقرة اللي نقدر نستمد عليها في قوانين تقدر تقولين النهاردة السلطة التشرائية واقعة السلطة التنفيذية واقعة الاعلام دي هاتي وما سيش حد شامع الحاجة الوحيدة النهاردة اللي مستقرة ولي نقدر نقول انها تقدر تقدر تقولي بتحكم مصر ده السلطة القضاءية عشان كده هم دلوقتي بيهزوها عشان يوقعوها عشان هم ينسرده بالملعب الوحدة طيب كان فيه برضو النقطة التانية اللي هو كان من تقليل عمر التقاعد وإحالة ألاف القضاء إلى التقاعد وإن ده كانت أيضا في إطار خطة أيضا ومسبحة جديدة للقضاء هل حضرتك ممكن الإخوان ينجحوا في هذا أيضا؟ لا هو مش هادروا ينجحوا بالفتب يعني أنت تتوقعي مثلا أن اللي خلى محمد مرسي مش عارف يوعد على كرسي اللي خلى النهب العام اللي هو الرجل الإخواني بتاعهم مش عارف يدخل مكتبه اللي خلى رئيس الوزراء منين ما بيضح أي حتة بيتهان وبيتبهدل وصدر ضد حكم بالحبس يعني أنا عايز أقولي حضرتك هؤلاء يعني إداء السلطات بما فيهم السلطة التشريعية بتاعتهم البعيفة جدا اللي هي مجلس الشورى حاليا مش قادرين أساسا يتملكوا كرسيهم ولا قادرين أن قرارتهم تكون قرارت ممكنة يعني هما مش عادرين يتمكنوا من الأماكن بتاعتهم حالك أتخيالي أن هما يصنعوا مسبحة جديرة زي اللي هو بيقولها الراجع عاكد بأنها ممكن تصل إلى 3000 قضية أريد أخذ حضرتك حاجة من التاريخ بجمال عبد الناصر 69 صنع مسبحة للقضاء كان عددها 169 قاضي أو 172 قاضي أريد أن تصل إلى هذه القضاء نتيجة أنهم ماشيين في طيار واخدين طريق غير الطريق الخاص بجمال عبد الناصر أريد أن أقول لي حضرتك الدنيا قامت معدتش 172 قاضي وجمال عبد الناصر اللي كان الشعب كله يعني بيمجده مهما كان يعني جمال عبد الناصر ده بالنسبة للناس جميعي مش حال بقى محمد بونسي وعلى فكرة 172 قاضي طول اللي سنة 69 اتعجلوا رجعوا سنة 80 يعني هما اتعجلوا لمدة سنة وما ادروش ما ادروش يعملوا القصة دية اتخيالي ان النهار ده هم عندين يطهروا الخضاء ويعزلوا لهم 3000 قاضي وطبعا انت أخبر هم عندين يعملوا كده ليه هم عندين يطلعوا كل القضاء اللي هم اللي على الوش دول اللي هم ده هيطلع رئيس مجلس القضاء وده هيطلع رئيس السئناس القاهرة وده وده عندين يخطوا المجموعة دي كلها عشان يكتدوا يختاروا قيادات الإخوانات بتاعتهم اللي هي مستنية الدور يطلعوها هي بادي تمام علشان ينضبر السيطرة من خلال القصة دي على السلطة القضائية فطبعا هي بصي هي ليلة كده غريبة يعني لكن مفهومة بالنسبة للشخص اللي ماشي في الشارع اللي حتى ما بيفهمش القانون ولا يفهم في السلطة القضائية ولا يفهم القضاء ماشي ازاي فاهم ان الإخوان بتعمل كده من أجل مصرحتها الشخصية وليس من أجل مطالب سورية ولا من أجل خدمة مصر طيب يعني مستشار أمير برضو أنا عايزة يعني أفهم إلى إلى أين هتنتهي الأزمة دي وبعدين أيضا أنا عايزة توقف يعني إحنا دلوقتي إزاي يكون فيه قرار بحكم برضو قضاء ومحكمة بالنسبة لأنه النائب العام يعني هذا النائب العام الموجود الحالي طلعت عبدالله بقرار غير دستوري وتم إلغاء كل ده ولسه مازال فيه منصبه ومش قادرين أنه حتى يتمفز حاجة زي كده شوفي حضرتك هو فيه نوع من البلطاجة السياسية البلطاجة السياسية دي بتحدث بتحدث حاجات كثي قوي يعني لما ييجي مثلا اللاجمة تأتسلية للدستور لما جاءت تصدر حكمها تتجمعوا المجموعة تغطيار الإسلامي ومنعوا القضاء لأنهم يحكم تمام لما ييجي النهاردة المحكمة الدستورية تصدر حكم بعزل أعضاء مجلس الشعب أو فض مجلس الشعب تمام يروح رئيس الجمهورية طالع ويروح نقول لا وإحنا بنعجعون تاني لما ييجي رئيس الجمهورية رئيسنا طالع إعلان بالسوري ويهجل فيه نائب العام ويعمل ويساوي نفس القصة تتجمعوا بلطاجة سياسية يعني يستخدم إمكانياته أو بيستخدم سلطته بأنه هو يفرد على مصر كلها بطريقة غير قانونية قراراته وبعليم في الآخر أنت عندك مين اللي هينفذ عنده الشرطة اللي هيتنفذ تمام وعنده هو ماسك التنفيذ فهي جي النقطة اللي ايه بيرغم الناس يقول لهم بصوا ما عاجبكم ما عاجبكمش أنا معايا الداخلية ومعايا كل السلطات التنفيذية وما حد يش هادع بيتكلم تمام فتيجي رأي تقولي لي النائب العام هنا صدر ضد حكم ومش هاد ينفذ فهي القصة فهي القصة كده فإحنا فقولي حضرتك الدنيا راضح الناس عايز أن النائب العام ده إخواني وماسك في الكرسي مش عايز يسير فيه عشان عايز يخدم الإخوان وعايز يخدم مصر طه مصر كل عبد سامة طب إيه الحل يعني إيه اللي هيعملوه القضاء دلوقت يعني مستشار أمير يعني حتى على مستوى التاريخ بالرغم من إنه حضرتك حكيت لي قصة العزل بالنسبة ل 172 قاضي في عهد جمال عبد الناصر لكن لم يحدث أبدا في منذ جمال عبد الناصر إلا الآن إن حصلت ما يسمى مليونية تطهير القضاء ولا بإنه عدم تنفيذ كل هذه الأحكام اللي حضرتك سردتها فالمفترض من موقف القضاء هيكون إيه في هذه الأحوال شوفي حاليك هو إحنا ما نقدرش نقول الحل إيه لأن الحل المهاردة بقى أصبح إحنا لما نيجي نتكلم بالقانون نقول ما فيش قانون نقدر نطبقه شيء الظلم اللي قانون يعني إحنا في الوقت ما عندناش قانون نقدر يعني ملتج إليه هو اللي يساعدنا في حل المشكلة دي دي رقم واحد هتيجي نقول طب أحكام قضائية بيقدر نحن نفسه هيجي يقولك هيستخدم البلطاجة السياسية لوقف الأحكام القضائية فإحنا أي حاجة شارعية مش نفعل طبعينا النهاردة إيه الناس رأي بتنجل الشارع وتحشد وتعترض وتتكلم بنفس اللغة السورية اللي هما بيحاولوا النهاردة يستخدموها لتطفيل القضاء حقيقي إحنا في أزمة سياسية تحكمة وفي مشكلة كبيرة جدا جدا لا إحنا قادرين نستخدم الشارعية ولا إحنا قادرين أن نعالج بطايا غير شارعية عارفة ليه أن الأشخاص المدنيين مش بتوعقك يعني عارفة لو الأشخاص المدنيين دول تقدروا تقولي أن هم يشيلوا سلاح ويقدروا يقتلوا فلان ويعملوا المركزة والكلام ده كله كانت سرعة تتغير تتقلت بسرعة لكن يعني ما دعنا نقول باختصار أن الحال في الحشد الشعبي في الشوارع بقدر الإمكان في صورة صورة في صورة الغرار وعجيمة ومحاولات بغطة دولية بكل الطرق لإجمال طب أنا سمعت عن الموضوع ده مستشار أمير أنا سمعت أنه في بعض القضاء برضو نويين يدولوا هذه القضية وهذه الهجمة ضد القضاء هي على سпол guitar هي متدار يعني هيا واخد وضع دولي من بعد الأتداء اللي حصل على المحكمة الدسترية لأولية واخد وضع دولي وكان حصل أن المحاكمة الدسترية على الجهد على مشجبة ما حدث من مواد الدسترية اللي صدرت أخيرا وعزلت بعض من قضاء المحكمة الدسترية زي المستشار اللي جبالي وفي ت السلوات ما حدث من الالتفاف والأتداء على المحكمة يعني بالفعل تم الموضوع في إطار التدويل وإنه المفترض أنه نشوف بقى هيحصل لمتى ستمتهي هذه البلطاجة السياسية طيب لحضرتك أي تعليقات أخرى عن أي مواضيع وخصوصا موضوع القاتدرائية يمكن أيضا إحنا عايزين نشوف الأمر هيمشي فيه إزاي بالنسبة للتحقيقات وبالنسبة للقضاء إحنا كنا قدم فيلم بيوضح الأكداءات العربية الكتدرائية وأتمنى أن أنتم تأخذوه تعرضوه إحنا جايبين منه جزء النهاردة مستشار أمير أنا الحقيقة مجرد ما شفت هذا الفيلم موديته حوال 14 دقيقة يعني نفسي فعلا نعرضه كله لو قدرنا لأنه فعلا بصراحة يعني بيأكد بلا بدون أدنى شك الموقف كان إزاي والناس اللي بتمشي من وسط مناء الشرطة ومن وسط الأمن ومعهم السلاح وبيحطوا السلم ويطلعوا يعني كل الأحداث اللي كانت بتتحكى كلها واضحة جدا جدا في هذا الفيديو فماذا بعد هذا الفيديو وماذا بعد أنه اتعرض على المجلس الشورى وأنه المفترض يكون تحت إيد القضاء دلوقتي وحضرتك يعني أنا أنا بندهش أن بعد فيلم إزاي كده لما إحنا عرضناه إحنا عملنا مؤتمر صحفي على فكرة يعني حاجد اهتمام كثير من القنوات والإعلام والوجهات مختلفة ومع ذلك أن نفاجأ بأن فيه أشخاص تم دطوهم من أجل الفترة الفشلة اللي بتقوم بها الداخلية وهي اسمها فكرة التوازن في ضبط الجناء يعني يه توازن؟ يعني إن هم يقبضوا على مسيحيين ومسلمين علشان خاطر ما يقولوش إن احنا بنقبض على المسلمين بس طب ليه يا جماعة؟ طب الجناء اللي ارتكبوا الواقعة واقعة الاعتداء على الكتدرية المسلمين الجناء اللي ارتكبوا واقعة الخصوص المسلمين تمام؟ ليه؟ دور المسيحيين فيها إحنا مش هنقول بقى كبير ولا قليل ولا وضعهم إيه لكن ليه الفكرة بتاع التوازن ضبط الجناء دي؟ حاجة غريبة جدا بيقولك إن هم كانوا بيدربوا برضو عليهم وإنه في منهم اللي يعني أنا أنا سمعت يعني إنه كان برضو في منهم من الآباط فيه كان معا حد معا سلاح أو خرطوش من جوه طيب هو الموضوع ده استمر حوالي خمس أو لسبع ساعات هذا الهجوم المفترض إن المسيحيين اللي جوة الكتدرية يعملوا إيه؟ يقفوا يقولوا لهم يلا ضربونا وقتلونا وكملوا مسيرتكو؟ ولا المفترض إن يكون فيه دفاع طالما إنهم ما شايفين الأمن مش بيدافع يعني المفترض كان شباب الآباط يعملوا إيه مستشار أمير يعني أنا مش فهم أنا كنت عايش أنا كنت عايش في الواقع وشاهد بعناية يعني عايز أقولك إن حاولت مرة واثنين وثلاثة إني أحاول إني أمنع الشباب من الرب وما كنتش قادر عليهم وهم نفسهم قالوا لي يا سات المستشار إحنا مش عالي جوبنا ولا ضعفة ولا مش عارس إيه راح وشاهدهم ونفسهم علشان خطر إن ملوحش ولا نفسه عن كليساتنا ورقيت نفسي بقى أنا الرجل يعني اللي ضعيف وطيهم اللي بقولهم لا ما تردوش خلينا إحنا نضرد يعني طبعا كان مع الشباب ومع الثورة ومع العصبية اللي حدث إيه مع جريمة الأكل بتاعت الخصوص وكمان شايفين عيال فوطيهم اتقلوا وعيال فوطيهم اتقلوا على أبواب الكاتدرية وجوه الكاتدرية فطبعا إنتي بتتكلمني على مشهد صعب جيت وطلبا منهم أنهم يكتفوا قديهم ويسكتوا وما يغضوش أمر صعب جيت إحنا حتى القانون يعني القانون قال لنا أنه في حاجة يصنعها للدفاع الشرعي الدفاع الشرعي إذا ما يدخل واحد عليك يموتك بمطوة ويضرابط بمطوة أو يضرابط لقسادة القانون إدالك الحاجة أنك تدافي عن نفسك تمام؟ والدفاع الشرعي ده يديكي مراأة تمام؟ بالزبط حال النهاردة يعني تبقى للقانون تبقى للثقافة بتاعتنا حال النهاردة في أي واحد مسلم يقبل أن يتهاجم الجامع بتاعه المسكد اللي هو بيصنع فيه أو الرمزه واللي يكون ناساً مشاكة الأرض يتهاجم بالملوتوف ويتهاجم بالقرطوش وبالبلطجة وبالكلام ده كله ويقف يتهرج أمر صعب إحنا مش بنشجع حد إن هو يضرب بسلاح أو يعور أو يقف لا هنا دفاع يعني زي ما حضرتك قلت دفاع عن الرمز بتاعهم دفاع عن نفسهم ما هم بيتضربوا الكنيسة بقول القاتدراية بتتضرب يعني فإحنا مش بنقول بنشجع لكن الدفاع مشروع ده كلام حقيقي وهما سعلاً في حالة دفاع شرعي بس تقولي مين تتلولي مع مين إحنا عندنا مشكلة في هذا الموضوع يعني الأمر هيرسي على الأمر هيرسي على كده اللي خطط التوازنات يعني هو ده اللي هيرسي عليه سيادة المستشار يعني ما ننتظرش أنه هيكون فيه مثلاً زبط للعناصر اللي احنا شايفينها قدامنا للناس اللي كانوا ماشيين في وسط الأمن ده في وسط هذه الأحداث مستشار الأمير سمعنا كمان أنه الأمن بيحاول أنه يقنع الناس دي أنها تبعد عن القاتدراية يعني شايفهم بأسلحة وشايفهم بخرطوش وبيقنعهم مش بيقبض عليهم كان بيتشاور معاهم وبيقنعهم أنهم يبعدوا طب يعني هل ده منطق يدرب غاز جوه الكاتدراية عشان يخلي الناس اللي جوه الكاتدراية يمشي طب ليه الناس هدريت مثلاً جوه الكاتدراية انت مالك يعني يقوش يلتك وقالين لما أنا سألتهم قالوني لا أصطفي شباب وعيال واقصة فوق استطر احنا بنضرب عليهم قناب الغاز يا سلام فمبسك الغاز دي يكون بنا طويلة المدى وليس طفيلة المدى فانت النهار ده عايشت ناس العيال اللي منها على استطر وبص مستشار أمير اللقطة اللي معانا حالياً دلوقتي بتبين اهي ازاي ان هم الأمن واقف وازاي ان الشباب البلطة جاية جايبين السلم وطلعين يعني اللي بيدربوا دولة انت ما كنتش قادر انك انت تمسكهم قبل ما يطلعوا لكن انت سايبهم يطلعوا على السطح وبعدين تقول احنا بنضربهم هم بالقنابل ولا يتقلك انه اصل احنا كنا بنضرب الناس دول بس القناة الرياح رحت هي اللي خدت القناة بالجوه الكاتدراية يعني المشهد هو واضح هم واقفين كلهم اللي على الشمال من التحت يمكن بس معلهمش دايرة حمرة لكن كل اللي كان واقف الصف ده عزيزي المشاهدين واضح جداً وقدام حضراتكم ان ده الأمن وشايف المشهد ده على بعد مترين تلاتة منه اهو وسايبه كل ده في النهاية هتتنفى سياسة التوازنات سيدة المستشار هم حضرتك بيغلطوا نفس الطريقة اللي كان بيحكم بيها حسين بارك ان تأكدوا نفسه انه هو الزكي والشعب ده مش لئم حاجة كانوا فاكرين نفسهم هم المجموع اللي حوالين حسين مبارك انه هم لما يطلعوا يقولوا كده كلامه بالوقرات انه هم يعني انهنا واجب علينا انهنا نتحدقهم بس القصة تحصل دلوقتي وعلى فكرة محدش لا بيطارد من التاريخ ولا من التوابق اللي بتحصل وهكذا الدنيا ستظل كده وهيسقطوا سقوط سريع بسبب كدههم وسبب الغش اللي هم بيعملوه وبسبب الظلم اللي بيظلموا دي الناس ناس كتير قوي مظلومة الكنيسة والاقباط النهاردة حقيقي في وضع النهاردة مظلومين انا مش بتخلم وبقول كده عشان انا رجل مسيحي وبدافع عن يعني المجموعة اللي انا بنتمي لها لا فتقيني انا سعلا انا بدافع عن الحق ولا عدل مش مدافع عن المسيحين عشان انا نمسي السهمة الحق والعدل فعلا لأي واحد يعني انا اصرت جدا بفيلم فيديو انا شفته لمدة ثلاث أربع دقائق واحدة مسلمة وقفت قدام باب الكتابية ورافعت شعارات قوي جدا وقعدت نشتم في هؤلاء المعتبين بصورة يعني اندرجت ان الناس اشتقعت ان فيها الضرقة ديان يعني 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 هي بتصنع يعني فتنة او بتزدري بالدين الاسلام في حين ان هي قالت لهم انا مسلمة او انا بحافظ على ديني لكن اللي بيحصل ده سيظلم فانحنا عندما نقول ان حقيقي الحق والعدل يا جماعة دول حاجة ضريرة جدا من كل الناس انا بندهش لللي بيتسطر على الحق والعدل بكرة وبعده هيجي الوقت اللي هما هيرزنوا واشرابوا من نفس الكاس اللي بيشربوا منه اللي بيشربوا منه اللي بيشربوا النهاردة بس ما حدش بيودر كده ما حدش بيحصل كده كل واحد فاكر انه هو النهاردة مالك يومه ربنا اكبر منه وربنا هو اللي هيجب لنا حقنا مش البشر ولا درعتنا ولا قوتنا احنا قوتنا في ربنا وحقيقي مش هيسبنا امين امين سيادة المستشار امير رمزي بشكر حضرتك ودي احلى جملة نختم بيها ربنا مش هيسبنا فوق العالي عالي مستشار امير رمزي القادي بمحكمة الجنيات وتحدثنا عن موضوع الهجمة على القضاء وايضا سياسة التوازنات في احداث القاتدرائية واسناء حوارنا يمكن شفتوا عزيزان مشاهدين قد ايه المشاهد القوية جدا من هذا الفيديو اللي رصد احداث القاتدرائية بالصوت والصورة يعني ما فيها الشك ولا فيها تلفيق ولا فيها ناس بتجذب لكن فيها الحقيقة بينة بس مين اللي يشوف ومين اللي يحقق العدل هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها يعني احنا بنشكر فسادة المستشار جدا على وجوده معانا ونعود بقى الى نروح نسافر للإسكندرية وإيه اللي حصل النهاردة أيضا في الأسكندرية تظاهر المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وزراعها السياسية حزب الحرية والعدالة وعدد من القوى الإسلامية اليوم أيضا أمام مسجد عصر الإسلام بمنطقة سيدي جابر استجابة للدعوة إلى تطهير القضاء ردا على الحكم الذي صدر قبل أيام بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني المبارك في قضية قتل المتظاهرين وهنشوف مع حضراتكم مجموعة من الصور اللي كانت النهاردة في الأسكندرية وأنا برضو لاحظت ملاحظة وأعتقد عزيزي المشاهدين حضراتكم هتلاحظوها أن هم كانوا بيحاولوا يعملوا ده علشان يستميلوا عدد كبير من الشعب وكانوا مسميين الموضوع المليونية لكن زي ما أنتوا شايفين الأعداد لا تتخطى المئات يعني أعتقد ده واضح جدا سواء في المشاهد اللي شفناها بالنسبة للمنطقة عند دور القضاء العالي أو هذه المشاهد زي ما أنتوا شايفين لكل أعداد قليلة وأنه الشعب بيواعي وفاهم وأنه كل اللي بيتعامل ده علشان سياستهم علشان حفاظ على كراسي ما بقتش الناس غبية وفي نفس الوقت اللي ذكروا المستشار أمير من السيدة اللي كانت وقفة قدام القاتدرائية وبتحمل شعارات وبتقول إن هي مسلمة وإن ده مش راضي على اللي بيحصل كتير جدا من إخواتنا المسلمين قالوا هذا الكلام ما تفعلونه أنتوا جماعة الإخوان وكل اللي بيحصل ده من شرطة الإخوان أيضا ده بيعتبر اصدراء للإسلام فيه كتير بيفكروا إنهم يرفع عليهم قضية ضد ده اللي بيحصل ده اللي هم بيعملوا ده كله ده يعني في وجهة نظر إخواتنا المسلمين من اصدراء للدين الإسلامي قبل ما يكون كمان اضطهاد للأقباط وقبل ما يكون قتل وقصارة شغب وقبل ما يكون كمان يعني هجمة وعلى الكاتدرائية وعلى غير وعلى غير وزي ما احنا بنشوف هنروح كمان للشرقية والشرقية المتظاهرون قطعوا الطريق أما مقر الإخوان والأمن وصل إطلاق قنابل الغاز وده كان برضو في نفس المشهد نتيجة للدعوة اللي احنا اللي اتقالوا عليها بالنسبة لتطهير القضاء شهدت منطقة شهدت شارع شارع عبد العزيز علي بمدينة الزقزيق يعتبر أيضا قر وفر بين الأجهزة الأمنية وكان فيه طلق قنابل مسالة للدموع وده بعد ما تجمهر العشرات من قوة السورية أمام الجماعة في محاولة الاقتحام ورددوا العديد من الهدفات هنا ده كان رد فعل في الشرقية ضد الإخوان وضد الفعليات اللي عملوها وضد التجمهرات اللي هم متجمهرانها ضد القضاء فكان رد من الصوار بالنسبة لأنه هم الهجوم على مقر الإخوان لكن طبعا الأمن مش بيسقط في الحالة دي وهجمهم بالكثير من القنابل الغاز المسيلة للدموع الإخوان والقضاء الحقيقة عايزة بس يعني عشان ننتهي من هذا الخبر وننتقل للأخبار الأخرى أنه نفكر حضراتكم هي كان فيها وفتات على فكرة ضد الزند وكان فيه شعارات بترفع ضد المستشار الأحمد الزند منها مثلا أنه كانوا بيقولوله يا زندي رئيس النادي أخرج شيء وعصير وزباقدي كانوا رفعين اليافتات التانية بتقول الشعب يريد تغيير السلطة القضائية وإقالة وزير العدل ومحاكمة الزند والمستشار عبد مجيد محمود وإنشاء محاكمات ثورية أنا بفكر حضراتكم مشاهدينا للكلام اللي كان بيقوله دكتور محمد مورسي قبل ما يكون رئيس عن المستشار أحمد الزند خلينا نفتكر كده وأكيد احنا كله بيعرض حاجات كتير قبل وبعد الإخوان قبل الثورة كانوا بيقولوا إيه وقالوا إن احنا مش نشارك وبعد الثورة بقى هم الصوار والثورة نجحت وأول رئيس مدني منتخب هو الدكتور محمد مورسي بناء على الكتاب العبقاري الرئيس مورسي يابني مصر من جديد نشوف مع بعض كلام الرئيس مورسي عن المستشار أحمد الزند المستشار أحمد الزند شخصية محترمة ومقدرة هو نادي الخضاع له دور كبير النادي طول عمره النادي ده اللي وقف قدام التزوير في 2005 طيب يعني زي ما انتو سمعته كده يقولون انتو مجلس الدولة هم اللي عدلوا الموازين مجلس الدولة هو اللي حكم الأحكام الكتير اللي أسقطت عملياً هو اللي وقفوا في انتخابات هم اللي أشرفوا على انتخابات الأخيرة بالضبط القضاء هم ميزان الوطن طيب يعني زي ما انتو سمعته كده يعني الحقيقة ده كان كلام الدكتور محمد مرسي وغالباً كان في الفترة تقريباً أنا مش فاكرة مش متذكرة يعني الفترة بالضبط بتاعت هذا الفيديو لكن غالباً كانت أثناء تقريباً الحملة الانتخابية يعني غالباً عموماً خلينا طيب نطلع مع بعض فاصل سريع علشان لسا عندنا أخبار كتيرة فبس تأذب بسا ميلي يكون فاصل سريع علشان لسا زي ما قلت لحضراتكم عندنا تفجيرات بسطاً عندنا موضوع انفجار مصنع الأسمدة عندنا أمور كثيرة عايزين ننقشها معاكم وانتظرونا وما تروحوش هنا ولاينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد كفوفك بفضل واهديكي قلبي وعناليان نفس اشوفك يا مصر احسن بلد في الدنيا واحد كفوفك بفضل واهديكي قلبي وعناليان نفس اشوفك نفس اشوفك يا مصر نفس اشوفك يا مصر نفس اشوفك يا مصر احسن بلد في الدنيا نفس اشوفك يا مصر احسن بلد في الدنيا يعيش فيك بكل امان لا يحزن يوم لا يتقلم نفس اشوفك يا مصر احسن بلد في الدنيا نفس اشوفك يا مصر احسن بلد في الدنيا نفس اشوفك يا مصر نفس اشوفك يا مصر نفس اشوف احسن بلد في الدنيا نفس اشوف احسن بلد في الدنيا ولا بيظلم في يوم إنسان ولا صارم في يوم ينسك أشوف العدل في كميزان لمايل ولا منكسر ولا بيظلم في يوم إنسان ولا صارم في يوم ينسك ولا بيظلم في يوم ينسك اشتركوا في القناة 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 وراء هذا التفجير اشتركوا في القناة 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 مشتبه به ولكن ما كانوش كتبوا الأسماء زي ما انتوا شايفين الشنط هو كمان كانت هذه السيدة لكن كان المشتبه به انه في مكان الانفجار كان فيه الشنطة وفيه العلامة البيضة دي اللي كانت للشنطة وبناء عليه كانوا اخدوا الصور بتاعة الاخين مع بعضهم كانوا مسكين شنط وبعدين اللي تقال بعد كده ان الاتنين اخوات واحد منهم وقف في المكان الاول واحد وقف في المكان التاني فبهذه الطريقة قدروا انه هم يتعرفوا على مين هم الجنين واللي هم اخين من الشيشان وتم قتل واحد منهم زي ما قلت لحضراتكم في بداية يعني عرضنا لهذا الخبر وايضا هيا جاءني الان انه فيه كمان بيقال انه الاخ الثاني اللي هو هرب ولم يتمكنوا بالقبض من القبض عليه كان كاتب على تويتر انه هو هيا انتقم لاخوه يعني وانه كده واضح انه ده نوع من انواع التهديد طبعا انه هيكون فيه افعال اخرى هتفعل او تفجيرات لكن طبعا اعتقد انه كمان كان زي ما احنا قلنا لحضراتكم في بداية الخبر في الاول خالص كان فيه كمان اكتر من انهم تم العصور على اكثر منكم بلا كانوا فصلوا شبكة التليفونات اللاسلكية علشان ايضا خوفا من انه يحصل تفجير اي قنابل بطريقة لا سلكية فاعتقد انه يعني الشرطة بتعمل على قدم الوساق وانه فيه تأمين كامل للمناطق هناك لكن لا نعلم طبعا كيف يفكرون هؤلاء الارهابيين يعني اللي كل تفكيرهم منهم يقتلوا يشوفوا دم ووقفين وسط الناس زند الناس دي ايه ايه فكرتهم انا مش عارفة الغاية دلوقتي محدش فهم الناس دي متركبة ازاي بشر زيينة كده ولا ليهم تركيبة مختلفة يعني للأسف الشديد حتى واحد كان عجبني جدا تعليق مع لكم حد على الموقع تواصل اجتماعي بيقولك كلنا اتخلقنا من جبلنا من الطين وربنا اول ما بداية الخليقة كما خلق ادم لكن زي ما بنشوف ناس طلعة شريرة وناس طلعة خيرة للأسف الشديد يعني احنا كلنا جبلنا من نفس الطينة من نفس العجينة لكن للأسف الشديد عموما ده كان يمكن طبعا فيه شجب وإدانة لكل هذه الأحداث الكنيسة الإنجلية بتوديين تفجيرات مارسون بوستن الدكتور القصص هو فاطر بياضي رئيس الكنيسة الإنجلية أرسل أصدر عزاء خاص لضحايا تفجيرات مارسون بوستن وصدر العزاء باللغة العربية والإنجليزية بالنيابة عن الطائفة الإنجلية في مصر نعرف عن خالص تعازين ونحن نصلي من أجل الضحايا وأسرهم لهؤلاء الذين فقدوا أرواحهم أو جرحوا والذين يعانون الفقد والحزن أن يمنحهم الله الكوة والصبر على احتمال مصابهم ونحن ندين قصة وطوحشية هذا العمل المأساوي الذي يمتد أزاه ليس فقط لأولئك الذين وقع عليهم بشكل مباشر وإنما يؤلمنا جميعا الجميع الطواقف الحقيقة ندده أيضا نيافة الأنباس ربيون هنا كان أصدر بيان أيضا بالنسبة في الولايات المتحدة الأمريكية من كاليفورنيا أيضا قدسة البابا تودروس الجميع فعلا والبابا فرانسيس الكل على مستوى العالم يشجب ويدين هذا الفعل الحقيقة الإرهابي الشنيع لو وصلتنا أي أحداث أخرى أو أي تطورات أخرى في الأمر أعرض على حضراتكم خلال حلقتنا خلينا كمان نروح ونشوف الانفجار اللي كان حصل بمصنع للأسمدة الحقيقة أيضا هذا الخبر يعني مشاعرنا جميعا بأنه حدث انفجار كبير وقع في مصنع للأسمدة بمدينة والكو شمال ولاية تيكسس الأمريكية خلف مئات المصابين وأضرار كبيرة بالمباني المحيطة ومنها دار للمسنين وكان تم إخلاؤه وأنه في فيديو معنا لحظة انفجار نفسها وارتفعت الحصيلة المصابين إلى مئتي الشخص وزي ما قلت لحضراتكم كان بيقال إنه كان فيه عشرين شخص قتلوا وجاري البحث عن آخرين ونشوف مع بعض لحظة انفجار هذا المصنع شكرا للمشاهدة وده كان بالنسبة لخبر أيضا هذا الانفجار ربنا يعزي كل أيضا للأسر اللي توفوا في هذا الحادث طبعا وفي نفس الوقت أيضا ربنا يكون مع كل المصابين في كل الأحداث على مستوى العالم كله فيه خبر بقى ده هنتوقف عنده شوية والحيازة الخبر إهداء للإدارة المصرية أو الحكومة المصرية إهداء لوزير العدل إهداء للقضاء المصري إهداء أيضا لكل العالم العربي إنه في البلاد اللي بيقولوا عليها أنها بلاد الكفر وبلاد وبلاد حكم على أمريكي في أوهايو باستجنى عشرين عام وتغريمه مليون دولار لمحاولته إحراق مسجد في أوهايو تاني استجنى عشرين عام لأمريكي وتغريمه مليون دولار لمحاولته إحراق مسجد في أوهايو لكن في مصر وفي كل الوطن العربي بتتحرق كنايس وبتتفجر كمان مساجد والكنيس بزداد وبيتم الاعتداء على الكاتدرائية المركزية بالعباسية وما بيتمش الحكم على أي واحد بأنه عمل كده اتقصرت كنيسة صلبة أطفيح ساعة ولا ساعة لربع كاملة وإحنا بنشوف وشفنا المشاهد وشفنا الناس وما فيش حد حكم اتقصرت وتحرقت الكنيسة في الماريناب وكانت نتيجة لهذا الأمر بعد كده استشهادت أكتر من عشرين حوالي ثلاثة وعشرين في أحداث مسبيرو وما فيش حد تحاكم إيه رأيكم؟ فرق جبير قوي قوي بين بلاد الكفر وبلاد الشارع والشريعة هو ده الشارع والشريعة حكم على أمريكي في أوهايو باستجنى عشرين عام لمحاولات إحراق مسجد في الولايات الوقعة في شمال الولايات المتحدة كما أعلنت السلطات أمس وقال المدعي العام في مقاطعة شمال أوهايو ستيفن في بيان له أن راندولف مدان وأنه حكم عليه هو عمره 52 عام تمت ملاحقته قضائيا بتهمت ارتكاب جريمة قرهية واعترف بزنبه مضيفا أن مرتكبي جرائم القرهية من أمثاله يريدون أن يدمروا ما هو أبعد من المباني أنهم يستهدفون نمط حياتنا وأوضح البيان أن هذه العقوبة استجنى مدة عشرين عام والدعم الذي قدمته هذه المجموعة لجراننا المسلمين يظهران أن حرياتنا أقوى من حقد هذا الرجل ده كان البيان اللي تم نشره تعليقا على هذا الحكم طيب دي الصورة اللي قلنا لحضراتكم عليها منذ قليل I will kill you all You killed my brother ده تهديد من الأخ القتيل اللي هو الاتنين المتهمين دلوقتي وزي ما انتوا شايفين الصورة وأنه هو بيتوعد البوليس باستن بأنه هو بيقول لهم أننا هقتلكوا كلكم زي ما قتلته أخويا نصلي أن ربنا يعني يمد إيده ويعم الأمن والسلام وأن ربنا يحافظ على الشرطة اللي بتقوم بوظيفتها يعني أنا مش قادرة أفهم يعني أنتم عايزين تقتله وتتسببوا في بات رسقان ناس بريئة وإصابات كل هذه الإصابات وفي الآخر مش مفروض أن أنتم تقبض عليكم وأن يكون مسواكوا الجنة نيجي بقى لزيارة الرئيس محمد مرسي إلى روسيا وأنباء روسية بتقول وكالة أنباء روسية بتقول مرسي في زيارة عمل لروسيا وبوتن التقاها على هامش بطولة الهاكي قالت وكالة أنباء موسكو نوفاستي أن اليوم أن الرئيس محمد مرسي وصل إلى روسيا في زيارة عمل وأنها التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم في مقر إقامته بمنتجة ساتشي المطلة على البحر الأسود على هامش تواجده هناك لإفتتاح بطولة العالم للشباب للهاكي نقلت الوكالة عن الخبير الروسي بوريس عندما سئل عن توقعه بأن تمنح روسيا مصر قردا ماليا قال أنه يرى أن مصر تتطلع إلى الحصول على كروت من روسيا التي لا تضع شروطا قاسية على كروتها مثل الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي وكان بيقال أنه طمعان في مبلغ كبير تقريبا بيصل إلى مليار دولار بالنسبة أنه روسيا تدعم بيها مصر كقرد صحفي الحياة في جريدة من الجرائد الروسية حدث اليوم زلزال ضرب جزيرة روسية والصحفي علق على هذا الخبر هذا الزلزال كان ضرب جزر روسية بقود سبع درجات وهذا الصحفي الحياة بيقول أقوال المصريين عن نحس مرسي لم تكن مزحة ده تعليق لصحفي روسي على الزلزال اللي حدث النهاردة على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي لروسيا إحنا أيضا كنا متابعين وقلنا لحضراتكم الحلقة اللي فاتت عن الخبر اللي كان نقل الرئيس السابق مبارك بعد ما ظهر طبعا ضاحقا وبصحة جيدة كانت مساعي كبيرة جدا علشان يتم نقله من مستشفى المعادي العسكري إلى مستشفى سجن تورا وبالفعل تم نقله ولكن كان هناك طبعا أنصار مبارك كان هناك اعتراضات كثيرة جدا كانوا بيحاول يمنعوا خروج عربية الإسعاف لنقله لمستشفى سجن تورا وكتبوا اسمه بالنار أمام مستشفى المعادي وأيضا كانوا يهددون بإشعال النيران بمستشفى المعادي وممكن نشوف أجزاء سريعة كده من هذه الفعليات اللي كانوا متجمعين أمام المستشفى المعادي العسكري وتم على فكرة غلق الطريق هناك فترة أيضا وكل ده كان اعتراض على نقل الرئيس السابق مبارك لمستشفى سجن تورا وكان فيه تقارير بتقول أن مستشفى السجن هناك أيضا غير صالحة لمتابعة حالته نشوف مع بعض بعض الأجزاء من الفعليات اللي كانت بالنسبة للأنصار مبارك لمنع نقله إلى مستشفى سجن تورا مبارك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحقيقة اللي حصل انه الرئيس مرسي كان كتب عزاء باللغة الانجليزية في وفاة رئيسة الطائفة اليهودية وفي ناس كتير علاقوا على هذا الامر انه ما زال هناك رسائل باللغة الانجليزية بترسل للغرب زي ما كان ايضا في العيد عيدوا على المسيحيين بالنسبة برسالة باللغة الانجليزية وجم على باللغة العربية قالك مش مفهود ان احنا نعيد على المسيحيين فما زالت يعني هذه الامور بتحمل طبعا الرسائل اللي عايزين يوجهوها للغرب وبالتحديد لامريكا شوية زهرة الخميس من المعبد اليهودي بوابة السماء بشارع عادلي بواسط القاهرة جنازة الكارمن وينشتين رئيسة الطائفة اليهودية بمصر ورأس صلاة الجناز الحخام مارك الفاسي وهو حخام فرنسي من اصل مغربي قدم خصيصا الى مصر لرئاسة صلاة الجناز وقيمة وسط حراسة امنية مشددة حضر صلاة الجنازة صفراء اسرائيل وفرنسا وكندا بالكاهرة والدكتور علي السمان رئيس الاتحاد العالمي لحوار وثقافات الاديان فيما كانت مجدى هارون الرئيسة الجديدة لطائفة اليهودية بمصر على رأس مستقبلي حضور الجنازة من يعني نقول سخرية القدر الحقيقة وحال الاطباء المصريين في مصر انه الطبيب في كل العالم تعتبر اعلى مهنة واسمى مهنة انه في مصر بيحاولوا كانوا بيغسلوا عربيات علشان خاطر يقولوا ان احنا هنسترزق اكتر من غسيل العربيات عن ما بناخد وعن مرتباتنا لنبنقبطها من الحكومة تخيلوا المأساة اطباء يحتاجون على تجاه المطالبهم بتنظيف سيارات امام دار الحكمة لجأ عدد من شباب الاطباء ينتمون لحركات طبية مختلفة بينها التروس الاطباء لجأوا بالامس الى حيلة جديدة لابداء اعتراضهم على سياسة الدكتور محمد مرسي ويخلوا بركم لابس المسك وهو بيغسل العربية معترضين على سياسة الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام اندين رئيس مجلس الوزراء في تجاه المطالب الاطباء بعرض بعض المراجع والاجهزة الطبية وعلى بالمنادير للبيع امام المرة في شارع الاسر العيني امام دار الحكمة فيما احضر بعض شباب الاطباء ادوات نظافة للسيارات ورفعوا لافتة نزف سيارتك مقابل خمسة جنيهات وهم يرتدون المعاطف البيضاء والكمامات عجبكو حال الاطباء يا رئيس يا رئيس محمد مرسي وهشام اندين في مصر تالي حرام عليكم يعني هو مش حال الاطباء بس هو حال كله يحزن طبعا لكن حرام ان يكون الاطباء اللي يكون ده يعني ده تعبرهم عن انه انتو مش قادرين تبصوا لمطالبهم اللي هي يعني اقل حقهم من حقوقهم انتداب خبر اللي بعده انتداب شرابي مستشارا قانونيا لوزير المالية بمباركة الارشاد هناك مصدر قضائي مسؤول في وزارة العدل بيقول ان المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قدام من اجل مصر تم انتدابه مستشارا قانونيا لوزير المالية بعد فترة من تعيينه بديوان وزارة العدل في مكتب مساعد اول العدل وذلك في خطوة لم تختر بها قيادات الوزارة وخاصة لمستشار احمد ميكي وزير العدل الذي فوجئ بالقرار على حد قول المصدر اضاف المصدر ان قرار انتداب شرابي وافق عليه مجلس القضاء الاعلى في اجتماع الماضي دون ان يعلم وزير العدل او اي من مساعدي الوزير موضحا ان وليد شرابي كان منتدبا في مكتب مساعد اول وزير العدل وتم الغاء انتدابه منذ شهرين لكن عفوا لكنه لم يعود الى عمله كمستشار بمحكمة جنوب القاهرة وفقا لما هو متبع في الاعراف القضائية وقانون السلطة القضائية هلو جدا لما واحد يعين في وزارة العدل وما يكونش وزير العدل عارف يعني حاجة برضو من السخرية القدر اللي بيحصل في مصر كان ايضا هناك اصابة لتلاتة من المعارضة بعد اشتباكهم مع شباب الاخوان وخلال ده كان خلال مؤتمر للكتاتني بقفر الشيخ ايضا تم القبض على اعضاء 6 ابريل ب6 ابريل بعد مدهمة الامن لمنزلهم دون توجيه تهم محددة ويعتقد تورطهم في البلاك بلاك ده تحت بند انه المفترض انه زي ما نائب العام اصدر قانون او قرار بانه يتم القبض على اي حد يشتبه فيه في انه من البلاك بلاك اتكلمنا عن موضوع الحكم اللي صدر ضد هشام انديل الحكم بحبس رئيس الوزراء هشام انديل وعزله من منصبه محكمة جنح الدقي قامت بالحكم على الدكتور هشام انديل رئيس وزراء مصر بالحبس المدة سنة وعزله من منصبه وذلك بسبب امتناع هشام انديل عن تنفيذ حكم قضاء يقضي باعادة شركة طنطة للكتان الى ملكية الدولة تأييد حبس عبدالله بدر سنة وتغريمه 20 الف جنيه في سب وقصف الهام شهين محكمة جنح مستقنى في الزاوية الحمراء قررت تأييد حبس عبدالله بدر سنة وتغريمه 5000 جنيه وكفالة 20 الف جنيه لاتهامه بسب وقصف الفنانة الهام شهين وذلك بعدما رفضت الاستقناف المقدم منه على الاحكام الصادرة بحقه يسري عبدالراز محامل فنانة الهام شهين طلبها كان طلب في الجلسة الماضية تأييد الحكم الصادر بحقه عبدالله بدر بحبسه سنة وطلب تطبيقه الشريعة الإسلامية في قول بدر لشهين كم شخصا اعتلاكي ونعتها بالزانية عفوا يعني لهذه الألفاظ لكن دي الألفاظ اللي كانت لفظ بيها المدعو عبدالله بدر اللي حكم عليه الآن بحبس سنة وتغريمه 20 الف جنيه الوطن جريدة الوطن بتنشر قائمة بالشركات المحالة للنيابة العامة بتهمة الاحتكار حصلت جريدة الوطن على قائمة الشركات الكبرى دمن الشركات الاربع وعشرين المحالة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى النائب العام بتهمة الاحتكار والتحكم في الأسعار والتلاعب في السوق على حساب المستهلكين ضمت القائمة عددا من الشركات الكبرى في سوق الدواجن على رأسها شركة القاهرة للدواجن التابعة لمجموعة أمريكانة المملوكة لعائلة الخرافي الكويتية وشركة الإسماعيلية للدواجن فضلا عن شركات المنصورة للدواجن الوطنية والوادي عندنا الأسماء الشركات اللي حصلت عليها الوطن الكهرة للدواجن، إسماعيلية مصر للدواجن، الوادي المنصورة، كوهيد سوئي، الربيع السبيل، الدولية الوطنية، مصر العربية الأهرام، العامرية الصالحية المتحدة ودي بعض الشركات المحتكرة في السوق وبالتحدد هي الأسعار وده المتسبب دلوقتي في غلاء الأسعار بشكل كبير تم اعتداء من أحد شبان الإخوان المسلمين على أحد شباب الطيارات الإسلامية عموما على حمزاوي على عمر حمزاوي بالحزاء وده كان في حفل بجامعة بني سويف الناس كلها توقفت عند أنه تساءل عمر حمزاوي أنا مش فاهم ليه عمله كده كلها قال له أنت مش فاهم لسه ليه عمله كده ده أنت راجل المثقف يعني ودارس علوم سياسية ما أنتش فاهم ليه الطيارات الدينية ده رابطك بالحزاء اعتدى شباب من الطيارات الإسلامية على الدكتور عمر حمزاوي رئيس حزب الحضارة بإلقاء الحزاء عليه بعد إلقاء حمزاوي كلمة في حفل بكلية الأداب بجامعة بني سويف وده كان أثناء ركوب سيارته وخروجه من الجامعة وبيقول أنه صرح بهذا حمزاوي نفسه عبر الموقع تواصل اجتماعي تويتر تم تقديم بلاغ للمدعي العسكري بيتهم بديع بتدريب 12 ألف كادر بمراكز الشباب لتشكيل حرس أو حراس حرس ثوري وهذا الأمر في غاية الخطورة وكانت تحدث عنه قبل كده اعتقد البلتاكي وكانت كتب الخبر ده في جريدة الأخبار ودكتور سمير صبري قدم بلاغ للمدعي العام ضد الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين حول واقعة قيام الإخوان بتدريب 12 ألف كادر بمراكز الشباب لتشكيل حرس ثوري وإن شاء الله نشوف كده هل البلاغ ده هيحفظ زي ما حفظ قبل كده أو زي ما إحنا سمعنا بمفاجأة كان فجرها إبراهيم عيسى أنه تم حفظ التحقيق بالنسبة لهروب المساجين من سجن تورا من الأخبار الحية أيضا لقت تشجيع كبير ويعني تدولتها جميع الصفحات على موقع تواصل اجتماعي أنه تم وضع اسم باسم يوسف ضمن قائمة التايم لأكثر مئة شخصية مؤسرة بالعالم في عام 2013 قامت مجلة التايم الأمريكية باختيار الإعلامي باسم يوسف ضمن أكثر من مئة شخصية أو أكثر مئة شخصية مؤسرة بالعالم لعام 2013 باسم يوسف على حسابه على تويتر قال أنه لقد شرفته باختياري ضمن أكثر مئة شخصية مؤسرة بالعالم طيب نستمع بقى لبعض الفيديوهات كده هزي المشاهدين وخلينا ناخد الفيديو اللي أنا أعلنت لحضراتكم عنه فيديو ريهام سعيد ريهام سعيد بتفضح الشيخ يوسف البدري ده الحياة زي ما قلت لحضراتكم من أكثر الفيديوهات اللي تم تداولها لنا حوالي يومين كده والكل بيتداول هذا الفيديو وكثيرين جدا بيعني يقدموا تحية لريهام على جرئتها والفيديو كان تحت عنوان الإعلامية ريهام عفوا خنائة ريهام سعيد مع الشيخ يوسف البدري وتخلع الحجاب وبتقوله أنت واخد ألف جنيه علشان تيجي تهزقني وتنسحب بيلمسها بيلمسها يعني يرقل يعني لازم تمسك دماغي مثلا عشان تعمل يرقل لا لا ما يلمسهاش من بعيد لا ما يلمسهاش والصور التي استنشرت أنا فين رندا رندا أنا قلت لك هذا كلام لا يدوس قلت لك هذا الكلام لا يدوس وهذا الكلام فيه قضية شغالة والحمد لله تحبس البنتين الكذبهم ويتزويرهم الصور أيوة أنا أقولها هو ويتحبسوا وإن شاء الله بسبعه في التنفيذ وإن شاء الله في نقد وبإذن تعالى في النقد حيكون يا بناتي أرجوك لا سمحت هذا الكلام تعريض هذا الكلام تعريض يا غيري الموضوع تتكلمي في أمور كهم والناس تتكلمي في أمور عامة تتكلمي في حياتنا الواقع المهين لكن أنت تقولي هذا الكلام تعريض هذا الكلام تعريض حيك واخد ألف جنيه عشان تيجي عشان تيجي تزعقلي بقولك يا أستاذ واتهزقني مساعد معاك حيك مش بتردع السؤال لا جاي تتخاني هتغير الموضوعات ولا معودش أنت بتهددني غير الموضوعات لا أسامحتي أنا بقولك أهو غير الموضوعات غير الموضوعات حالاتك اللي بتشرط علي يا أستاذة غير الموضوعات أنا ما تكلمتش موضوعات غير الموضوعات بقولك ولبس الحداب لا مش لابساء خلاص خلاص أنا أشترط قبل قبل معك ولازم عندك مبدأ وأنت وافقت وضرح الحداب تشيريه تاني ليه لا أنا ما وافقت أنت هكذا لا ما وافقتش يا أستاذ ردة أنا أقيل لك هذا الكلام أنتوا يبين نضيف علشان تمرمطوه جابين الضيف عشان تحرلوه حدرتك حدرتك أنت عاوزة فيه حدرتك إن تزعب إنسان أنا 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 رفع خضية على النهار تعرف كده كويس قوي فهتنظر في مايو تقدلت عشان خطر أطلق الخلاة جاي فيها لما عاستك أنا رفع خضية في النهار جاي فيها بتاخد منها فلوس لئي بتاخد فلوس لئي منها وعاستك فيها بتاخد فلوس وقاكل ليه مش حضرتك واخد منها فلوس لبقى صدرها واخد فلوس لئي ما حضرتك طيب يعني كانت طبعا هي الجملة الأخيرة هي مغزى هذا الأمر بأنه قادي الناس اللي بتتاجر في الدين وللأسف الشديد عموما نروح بقى كمان لفيديو هام أيضا وتعليق من الإعلامي عمر أديب على الموضوع هروب مرسي والآخرين من سجن وادي النطرون وكان الفيديو أيضا انتشر تحت عنوان أنه عمر أديب بيكشف مفاجأة في قضية هروب المرسي من السجن ونستمع لي إيه هي المفاجأة طلبة وقصيرة أنه كانوا داخلين على السياسيين المستهدف هو إخراج السياسيين كانوا فليمان واحد أه 430 430 السياسيين اللي هما مجموعة مكتب الإرشاد ومجموعة حماس ومجموعة حزب الله هو ده المقصود أو اللي هو القصي قصده الغريب هنا أنه فيه مقاومة شديدة من كافة سلطات الدولة لمحاولة إعاقة المحكمة عن تبيان مش متعاونين مع المحكمة الحقائق مما اضطر السيد ريسي أنه يغرم موظف غلبان في المرحلة الأولى عشان يشير للجهات الغير متعاونة أن أنا أبدأ أستخدم صلاحياتي مدير الإدارة الجنائية يتغرم عن كل قرار لم ينفذ 200 جنيه فيطلع مثلا 1200 جنيه الغرامة في الجلسة الوحدة طب هو بيقبط كام فنمى إلى علم رئيس المحكمة من خلال ملابسات الأوضاع أنه مدير الإدارة الجنائية قام بواجبه في مسألة إعلان المطلوب إعلانهم من الشهود ومعظمهم رتب سواء سابقة أو حالية في وزارة الدقلية وأنه النيابة العامة ممثلة في شخص المحامي العام المختص لم يكمل هذا الإعلان طيب يعني المفترض أنه يعني كده كل اللي حصل بعد مقضوع الهروب من استجن بما فيها اختياره كرئيس الجمهورية المفترض أنه هو كده يكون يعني غير شرعي ومخالف للقانون طيب إحنا للحلقة اللي فاتت طبعا اتكلمنا عن الكتاب العبكري كتاب إنجازات الرئيس محمد مرسي اللي صدر عن واحد من الإخوان المسلمين وقيل أنه بيوزع على الإخوان المسلمين مجانا وأنه يعني الحياة كان كتاب عبكري جدا يمكن تطرقنا لتعليق عمرق دي بالحلقة اللي فاتت وإلا ما كانش معنا الحلقة اللي فاتت ومتابعنا النهاردة أخذنا لحضراتكم جزء من تعليق أيضا إبراهيم عيسى حتى اللي كان مكتوب عنه بيقولك إبراهيم عيسى الجنن من تعليقات من إنجازات من كتاب إنجازات الرئيس نستمع لجزء من تعليق إبراهيم عيسى على هذا الكتاب ألهام جدا بظهور مزيعة أخبار محجبة في التلفزيون منذ 52 سنة يا سلام مجد أنا بس أسأل سؤال هو المهم إنها مزيعة أخبار ولا مهم إنها مزيعة عادي أصل برضو هو مش أول رئيس ظهرت عنه مزيعة أخبار محجبة أو مزيعة محجبة سيدة كريمان حمزة كانت في فترة رئيسين السادات ومبارك وكانت محجبة إنها مش مزيعة أخبار الحقيقة الإنجاز العظيمة مزيعة أخبار إيه الإنجاز ده إيه الإنجاز ده إيه الإنجاز ده محجبة إيه إيه يعني برضو حاجة رهيبة إنه سمح للناس إنهم طب جماعة ما اطلعونا بالمرة يعني اسمحونا بأول مزيعة أخبار نوبية أو المزيعة أخبار ابطية ما عرفش فيه ألا لا أو المزيعة أخبار اسمها سوسن ما ده الإنجازات يعني طيب أو الرئيس مصري ابنه يحصل على أقل من 90% في نتاج السنوية العامة إنت لا تعرفش عن خالص إنت لا تعرفش أي تاريخ ولا تعرف حياة الناس اللي بيمتده حمرسي بهذا الكلام الفارغ الهش التافه تعرفوش حتى إنه ما فيش رئيس مصري ابنه جاب أكتر من 90% أبدا إيه رأيك؟ أولاً التسعينات والأرقام دي أساسة زمان أيام عبد النصر والسداد كانش مطروحة يعني كانش مطروحة أصلاً في الموضوع وكل الرؤساء أولادهم جابوا أهل من 90% يا فالح أول رئيس عربي مدني ينقلب على العسكر إحنا الحقيقة لما شفنا الدكتور مرسي وهو واقف الوقفة دي بتاعة بتاعة العسكر مع العسكر ما كانش شكله حيام منقلب عليهم خالص فما عرفش ده مش شكل واحد أو رئيس عربي ابنه يعمل موظفاً في الخارج يلا يا دا أنت خلاص مش معاول ما جمال من بركة بيعمل في الخارج يا ابني تخرج وبيعمل في الخارج كأهب في بنك في لده وما خلاص وما فيش خلص وانتم ميح كده وبيزعلوا وبيشتكوا من الإعلام إعلام يا داك تشتربوا ناسهم بتاعه قوي سيساً مش لما يبقى عندك ناس بتفهم تدفع عنك تبتلوب اللي بيهجبك دا يبقى موجود في الإنجازات إنه إقالة النايب العام وقام مرسي بذلك بعدما وجد أن كل قضايا قتل الصوار تنتهي دون إدانة وانتشار الفساد والخراب في البلاد دون تحرك النايب العام لإنقاذ البلاد طب بزمتك إيه المستوى العقلي حد يروح يعني ينايش عقلية سياسية متفكر بالطريقة دي الطريقة البلهاء طيب يقولك إيه بقى الفربع شهور ناب العام الجديد عمالي بقى التحقيق في الجرائم المتعلقة بقتله أسابة الصوار عان 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 Üha إصدار قرارت القفض على البلاك بلوك خد بالك أنه البيلاك بلوك دي طلقت لما طلقت حفظة الله مش قابله إصدار قرارت القفض على المخربين رفع الحصان على مستشار الزند محصنش ولا يملكوا حتى رفع الحصان ويطلب و ليش تطوير العمل بالنياب العام إنشاء موقع للنياب عى الإنترنت منجازات العظيم الحص منع ألسا ويرس طيب يعني أعتقد كده احنا عرضنا يمكن أكتر اتنين كان لهم اسلوب ساخر جميل في طبعا التعليق على هذه الانجازات الخارقة للطبيعة يعني عشان الوقت كان فيه كمان الحياة الكاتبة سعد يونس كانت أيضا كدبت كده شوية كلام إن هي ليها أيضا انجازات ومحدش أحسن من حد وأنا اللي فاكرها من مقالها يعني إن هي بتقولك أنا بعرف أمع البامية كمان وبأمعها بشكل كده ما فيش أي ستة في مصر بتعرف تقمعها وإن هي بتصحى برضو من نوم بدري وبس أحيانا بتنام شوية كل دي كانت إنجازات أيضا للمبدعة اسعد يونس ممكن أبقى وعدكم في حلقة تانية نحاول لاستعرض هذه الانجازات لكن النهاردة الحياة نتوقف عند موضوع أيضا وهجمة على يعني الأستاذة الصحفية حنان فكري وهي عضوة الآن بمجلس نقافة الصحفيين الحياة مش هول مرة تتعرض الأستاذة حنان لهجمات لكن الحياة عزين نفهم منها أيضا إيه اللي حصل وإيه حقيقة الأمور وهي معانا الآن برحب بحضرتك أستاذة حنان وقبل ما ندخل في أي أمور بحب هني حضرتك لأنك أول معانا أول مرة معانا بعد انتخابات النقابة وإن حضرتك عضو الآن في مجلس نقابة الصحفيين طيق قولنا بقى أستاذة حنان إيه اللي حصل بالضبط والموضوع تم إزاي وإنه فيه هجوم على حضرتك كده من قبل جماعة الإخوان المسلمين وبكاتبين هم إن حضرتك بتتطولي على العصر النبوي وتصفيه بعهد العبيد يعني اتهم كبير كده أولا طبعا يعني زي ما حضرتك أشخاص في الزيب الكلام ممكنش المرة رغولة اللي أتعرض الهجمة والسلفية والطلاقة كديدة لم ترد على لساني أو لم تصدر عني اتناقا يبصر إنها المتعصرة كلما اشتدت النشاط كلما اشتدت الهجمة نعم أولا الهجمة باتت مش عني أنا باتت لكن يدهم هم عايزين يهجموا مجلس النقابة كله لأنه من اليسار كل الماليس تقريبا أو معظموا فشايفين إنه ممكن أكون أنا مثلا المنطقة اللي ممكن يدخلوا منها للمجلس لكوني مسيشية وهم قد يعتبروا إن ده نقطة ضعف إيه ده ربعا من خلالها يستخدموا الخيطان والعجوم اللي هما يعملوه يعني هما بانوا تكلام ده على إيه يعني أستاذة حنان يعني هل كان حضرتك مثلا حاجة كتبتيها في تويتر أو في الفيسبوك ولا كان فيه مثلا حوار لحضرتك أو مقالة يعني منين بدأوا يعني اشتدت هذه الهجمة أو ابتدت وكان على أساس إيه يعني إيه لحضرتكم اللي عملتين بنان عليه يعني هما بيحاولوا يعني يكتبوا هذه الإدانة ويوجهوا هذه التهم لحضرتك كان عندنا نزوة يوم الاثمين عملتها اللجمة الثقافية نظامتها اللجمة الثقافية بالتعاون مع مركز الدراسات الإفريقية وكانت النزوة متضيفة السفيرة مربة التلالوي عمشان الهجمة الشرسة اللي عليها برضو وكاذا دكتور أمنا مصير موجودة في النزوة وطلعت على المنصة إحدى الزميلات السحيات المنتقبات وحجمت الواثقة الأمم المتحدة وقالت الواثقة بتاع بس في قوانين الأحوال الشخصية وقتتعد على الشريعة بقالها سنين وبعت لتزويد البنات مجرد بلوهم وقالت الناس الموجودة يعني تبعد على الشريعة وهجمت الواثقة المجلس ما بعملش أي حاجة بقى 30 سنوات وبدأت يعني تعتدي على حريات الآخرين في قراءها حجمتها المنصة وهجمها مجموعة من الحدور أنا كانت بالصدفة يعني كان دوري بعدها يعني ما قمتش أطعبها ولا هجمتها ولا طلبت الكلمة بعدها أنا كنت أعطى الورقة بتاعتي على الأشياء أطلع دافع عن شخص من الإخوان المسلمين كان قاعد في القاعة اسمي أستاذ محمد سايد تدرر من إثاءة وأحد الحضور للدكتورة باكينام بالكلمة ما عجبته أطلعت عنه إني أعلمه وقول لا يا جماعة هنا في حرية رأيي بدون أجريش لكن للأسف يعني يعني واحد طالري يعتذر عن حد أساء ففي الأخر يلبسوته أمم وقلت في مضمون كلامي بعض الكلام سيد محمد سايد اللي قال لي طلعي وقولي عني كذا كذا عشان مش قابل الإثاءة دي قلت إحنا حلصنا ده ده جزء إجراءي بصفة مقرية لجمة ثقافية لكن بصفة أحد فلانيا صالحها للمرأة في مصر ففقية أنا كنت منفعلة من الهجوم على دفتنا مربك التلاوي فمش من المعقول أبدا ولا من الزوء أن الزوم على الصحفيين يغادموا بصافتنا نعم فانفعل انفعل لكن لم أخطئ يعني كان كلامي عصبي لكن لم أخطئ بكلمة يعني كل ده كل ده حضرتك كانت عبارة عن يعني افتراءات وأنه أنت ما كانش في لها أي حاجة لها علاقة في كلامك لبس دراء دين ولا بكلام مثل هذا الكلام خالص يعني لأنه للتهام زي بلو حضرتك هم كاتبين كده على الموقع بتاعهم عودوا بمجلس نقابة الصحفيين تتطول على العصر النبوي وتصفه بعهد العبيد لم أخطت للعصر ولا جد سرت ولا جد سرت أدنان ولا سرت عصر النبوي بأي شيء ولم يدرد إرد في ذهني أصلا يعني في الموضوع ما ترقش حتى على ذهني أنا كنت برد على كلام في المطلق وفي الواجهة عين حتى الصحابية نفسها قالت أنت انت تهيني بشكل شخص بتقولي علي أما ردت عليها على الصور وحضرتك الفيديو مرفوع على اليوتيوب بإذن التلفير تقدري جديد وتعرضي كلامي وكلامها وقالت قالت أنت بتباعي علي أن أنا وتوصفيني بإني أنا بتشهيني وسنة قلت إذا أنا ألم وحقص للأمور وبواصل بشكل شخصي أنا بتتكلم بواجهة عامة على مضمون التلام قالت أنت قمعها التثنيكي راح بعد كده شهود العيان اللي كانوا حابرين بالنهاد ومن نفسقين زملائقنا وشرف حسام من مصر اليوم كده تشهدته على موقع البداية وقال فيها أنها خرجت وقدر التليفون وسألت عن أعرب اسمه ونزلت بلغت بعد كده اللي أعرفت بلغت في اسم عصرينين وبلغت بمذكرة تاني يوم في النقابة وأنا كمان عملت مذكرة لكن لتزمت قدام الناس إمانا مني بإني مش ممكن كعضو مجلس لقابة بلغت في الاسم أو عمل محضر لزملائي ضد زميلة إذا طيقنت أنهم بدأوا يعني لا في الزميلة ولا في المحرضين يعني الزميلة في الحقيقة حتى الشكوى اللي هي مقدمها لا يوجد في مضمونها تحريض ولا إدعاء إنما بعتمت على العصر النبوي أو العصر الإسلامي المضمون الشكوى بكايتها لا يوجد في هذا لكن مين اللي عمل هذا هل تعتبر ده هجمة للنقابة عموما أستاذ حنان يعني بيعتبر ده في إطار الهجوم على الصحافة والإعلام أيضا في إطار حضرتك حاليا عضو في النقابة طبعا بصي حباك هو الهجوم عليها بقاله فترة من نفس الشكوين دول ليهم فترة ويهم قضل ودانية أنا عساب لكن مش أقول هم عاكين نفسهم كيف جدا هم اليوم فترة بيه هجموني من زمان من أول ما بدأت أعمل نشاط في العمل العام قوي وجبير ومقوش عما لما بدأت يعني بقالي نشاط نقاضي هم حسين نعم رشح نفس السنة اللي فاتت الدورة اللي فاتت طبعا هجموني جدا وأنا القد ورى دهري لكن المراضي المراضي بعد ما انجهت طبعا على وجههم ست امرأة ومسيحية نعم ده بالنسبة لهم يعني أضعجهم جدا جدا عموما يعني 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 يلف قولي بزا احنا عموما بنحيي حضرتك استاذة حنال بنحيي حضرتك وبنحيي نشاطك أيضا واعتقد ان احنا كده وضحنا الأمر للمشاهدين انا بشكر حضرتك جدا وان شاء الله هنتابع مع حضرتك برضو ايه التطورات في هذا الأمر الحقيقة كان زي ما قلت لحضرتكم ان المسيرات للأقباط كانت على مستوى العالم كان فيه مسيرات كانت في واشنطن ألاف المصريين شاركوا في هذه المسيرة التي كانت بالأمس الخميس وكان عندنا أيضا مجموعة من الصور الكبيرة وكمان فيه هيكون يوم السبت 20 إبريل من ميسيساجا في تورونتو أوتوبيسات هتقل المتظاهرين يوم السبت اللي هو غدا النشطاء المصريين بكندا قرروا توفير أوتوبيسات لنقل المتظاهرين من مدينة ميسيساجا ذات الكاسفة العالية المصرية والغير متصلة بخطوط السابوي وهيكون التجمع ساعة 11 ونصف في تقاطع كريدت أفنيو أو كريدت فيو معلش أنا مش عارفة الشارع مع إيجلنطن على أن يكون تحرك الأتوبيسات الساعة الثانية 10 من منتصف النهار هتصل تورونتو ساعة واحدة وهتنقل المتظاهرين لميسيساجا بعد انتهاء التظاهرة أتمنى الكل في كندا يشارك أيضا معنا أعتقد العنوان بالنسبة لفاكس نيوز هيكون إن شاء الله يوم الأحد زي ما قلت لحضراتكم المصريين بالنسبة في الكاليفورنيا النشطاء قرروا أنهم هيتواجدوا أمام فاكس نيوز للاعتراض على طبعا الأفعال اللي حادثت ضد الكاتدرائية المركوسية بالعباسية والعنوان هو فاكس تليفيجون سنتر حتى احنا جايبين من أونلاين ومن أرسلونا بعض الإيميلاد زي ما قلنا النشطاء لكن حضراتكم سهل أن انتم تطوروا عليه عنوان فاكس نيوز في كاليفورنيا هو 1999 ساوس باندي درايف لوس أنجلوس كاليفورنيا 90025 العنوان زي ما قدام حضراتكم أتمنى أيضا الجميع يشارك يوم الأحد هتكون بعد القدسات إن شاء الله في بعض الكنيس أيضا هيكون فيها هتكون عاملة خدمة الأوتوبيسات كمان في عودة أسر مسيحية وأسر من ليبيا اليومين دولة وكان أعتقد الأسر اللي هم اتكلمنا مع الأستاذ رجاء واللي هم التلاتة والشريف كمان كانوا خلال الفترة اللي فاتت رجعوا من ليبيا البابا تودروس له نشاط كبير هذه الأيام وكان في زيارة كان دشن المسبح في كنيسة مارجيرجيس هيليابلس وأيضا كمان حضراتكم كان في الجولة هذه الأيام وأيضا في سوهاج وكان في استقبال بشكل كبير جدا الحقيقة اللي قدست البابا تودروس وقبل ما يروح كان عرفنا إن فيه تكسيف أمني كمان الأقباط استقبلوا البابا تودروس بالروح بتدم نفديك يا بابا والبابا بيقول السنة الأولى من خدمتي سوف تتركز على زيارة الأديرة لأنها مصدر الصلاة وهو زار هناك الدير في بعض الأديرة وسوهاج معروف على فكرة وفيه رحلات كتير حتى بتنظم الأديرة سوهاج بالتحديد البابا كان زار هناك أكثر يعني الزيارة الرئيسية كانت للدير الأبيض اللي هو دير الأنبة شنود رئيس المتوحدين وأيضا تم استقبالات حفلة لقدسة البابا وأعتقد أنه يعني كل متابع الفعليات الجميلة لزيارة قدسة البابا لسوهاج وأقباط سوهاج سعداء جدا بهذه الزيارة كان هناك في استقباله لفيف من أساقفة الكنيسة على رأسهم الأنبة ويسا وطران الكوشح الأنبة بي من بخوم أسكف سوهاج الأنبة أشعية أسكف طهتا والأنبة بسادة أسكف أخميم والأنبة مكاريوس أسكف جرجا والأنبة لوكيس أسكف أبنوب والفتح والأنبة توميس أسكف القصية وحصل أول مواصل قدسة البابا كان بدأ الزيارة بصلاة الشكر بالكنيسة الأسرية للأنبة شنود الرئيس المتوحدين وقال أنه سعيد بهذه الزيارة لهذا المكان المقدس اللي زاره هو في السادسة من عمره فلم يكن الدير عامر مثل اليوم مشيرا لأنه يرى في الأديرة برقة عظيمة وأنها مصدر الصلاة وعشان كده خصص السنة الأولى لزيارة الأديرة تحرك البابا السنة الأولى في حبريته تحرك البابا بعد ذلك إلى مركز الاستقبال أسرع الأقباط ورائه وهم يهتفون بالروح بالدم من أفديك يا سيدنا رداً وتضامناً معه على ما تعرضت له القاتدرئين والكسية من اعتدائيات وطبعاً يعني كمان في مسيرة لشباب مسبيرو في مصر مسيرات في واشنطن مسيرات في كندا إنجلترا كانت برده سمع أن في مسيرة تانية يعني بيجهزوا ليها في سيدني مينة سابت أحد مؤسسي اتحاد شباب مسبيرو قال وصرح لقونا شبكة قونا للأخبار أنه هم كان فيه تقريباً يعني مسيرة وأنه هم ما قعدتش كتير نظراً لأنه هو كانوا برده مش عايزين احتكاك مع الوقفة اللي كانت النهاردة عند دور القضاء العائلي يعني كان ليهم مسيرة النهاردة وأعتقد أن الأمور مش هتتوقف عند المسيرات دي ده أعتقد سور من مسيرة واشنطن قدام البيت الأبيض زي ما حضراتكم شايفين وأعداد كبيرة وإن شاء الله يعني خلال الحلقات الأخرى هنحاول أيضاً نستعرض كل يعني المتاح أكتر من هذه المسيرات وردود الأفعال لأنه فيه فيديوهات هيبدأوا النشطاء يرفعوها أو بدأوا بالفعل رفعها على موقع اليوتيوب وهنحاول أيضاً نعرضها كلها على يعني ده بعض منها والكلام الخبر كان بيقول آلاف شاركوا في هذه المسيرة مش هايزين حد يكسل في الفترة اللي جاية في المشاركة بالنسبة للمسيرات اللي هتتعامل على مستوى العالم لأن لازم العالم كله يعرف أن في مصر في عهد الرئيس مرسي وإنجازاته اللي هو فعلاً بيبني مصر من جديد من في إطار فعليات بنائه لمصر تم الاعتداء على المؤسسة الرمزية الكبيرة لأقباط الأرسيزوكس على مستوى العالم واللي هي القاطة الدرائية المركزية في العباسية طبعاً يعني واعتقد أن احنا محتاجين أيضاً أن يكون فيه يعني تكسيف بالنسبة للاعتراضات على هذا الأمر وأيضاً بالنسبة اللي اتقابد عليهم في الخصوص في أحداث الخصوص وفي الأحداث دي كلها وهنتابع مع حضراتكم كل ده خلال حلقتنا القادمة مش هننسى نصلي من أجل أحداث سوريا أيضاً عزيزي المشاهدين ويعني الحياة أنه يعني مش قادرة أقول قد إيه أنه فيه دلوقتي ناس كله كل الناس من سوريا سعداء بأنه بدأت الناس تعرف أنه الحاصل ده مؤامرة مؤامرة من ناس من خارج سوريا علشان هدم استقرار سوريا كان معنا الحلقة اللي فاتت الأستاذ سامي دياب من مركز عرب بلا حدود الحياة أرسل لبعض الأمور أيضاً أنه للأسف الشديد الناس اللي كانوا نازحين من سوريا واللي تركوا سوريا بيندموا لأنهم بيتعرضوا لإهانات وفيه فتيات بيتم اختصابها وأمور كثيرة جداً بيتعرضوا لها بعد ما تركوا سوريا ومشاكل كثيرة بيتعرضوا لها فالحياة طبعاً يعني حضراتكم تخيلوا كده أنه مشاكل حصلت في أي مكان أنتم موجودين فيه وتضطروا أنتم تسيبوا هذا المكان ومشا عارفين إلى وجهة مجهولة محتاجين نصلي من أجل كل اللي فعلاً تركوا بيوتهم في سوريا وفي أي أماكن حصل عليها أيضاً اعتداءات زلازل كل ده محتاجين نطرح كل ده في الصلاة أمام إلهنا السماوي نصلي من أجل مصر من أجل سلام وطمأنينة للعالم كله وما تنسوش تصلي من أجلنا فريق البرنامج ومن أجلي أرى كمان محتاجة من حضراتكم صلاة كبيرة أو يومين دون ربنا يكون معاكم جميعاً ونتمنى دايماً تتابعونا على قناة القرمة وبنشكر كل اللي عددوا على فكرة الأسر المصابين في أحداث مصر الأخيرة وأسر الشهداء ويريد تستمروا في التعديد مشكركم وإلى اللقاء الأسبوع القادم اشتركوا في القناة